اثمر التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية والإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية وفرق الأمن والسلامة بشركة بابكو للتكرير في استكمال معالجة الخلل الفني الذي تعرض له أحد خزانات الشركة في منطقة سترة حيث حرصت الإدارة العامة للدفاع المدني على اتباع أعلى معايير الحماية والسلامة متمثلة في فرع التطهير والتعامل مع المواد الخطرة من منطلق التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية والإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية وفرق الأمن والسلامة بشركة بابكو تمت السيطرة وتأمين ومعالجة البلاغات المتعلقة بتداعيات تسرب خزان النفط وعودة الأوضاع إلى طبيعتها الحمد لله رب العالمين تم الانتهاء من أعمال السيطرة والتأمين ومعالجة البلاغات المتعلقة بتداعيات تسرب خزان النفط بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وفرق الطوار بشركة بابكو للتكرير حيث يشير الواقع الميداني إلى أنه لم تعد هناك أي انبعاثات منوهين إلى حرص الإدارة العامة للدفاع المدني على اتباع أرقى معايير السلامة من خلال استخدام المعدات والتقنيات الحديثة ذات الصلاة وذلك منذ تلقي البلاغات مما يعكس دور الإدارة العامة للدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات هذا وقد حرصت الإدارة العامة للدفاع المدني على اتباع أعلى معايير الحماية والسلامة متمثلة في فرع التطهير والتعامل مع المواد الخطرة التابع للإدارة لوجود آلياته المجهزة بمعدات التعامل مع المواد الخطرة هذه الحوادث تحدث في كل مكان ولكن الحكومة البحرين بدلت جهود مضنية وسريعة للقضاء على التسرب اللي حصل واللهم لك الشكر والحمد اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا والحمد لله اليوم قضينا مشاورنا بأفضل ما يمكن ودينا لعيال الحدائق العامة وتسوقنا وهي الجو تشوفونه ما شاء الله أفضل ما يمكن اللهم لك الشكر والحمد نشكر أولا الجهود الجبارة التي لم تألو جهدا ولم تدخر جهدا وهي وزارة الداخلية المتمثلة في الدفاع المدني كما نشكر إدارة التربية ووزارة التربية والتعليم انتهت تشوف الرائحة ما نشوف أي رائحة ولا نشوف أي انتشار لأي رواية كما أيضا لاحظنا أن الطريق المؤدي إلى جهة البندر تم فتحه بات تسالكا مما يدل على أن احتوى الأزمة وسيطروا له التسرب الغاز وهذا دليل على أن الحياة بات طبيعية وحصرنا نمارس حياتنا بشكل طبيعي والحمد لله على هذه الأزمة عدت إن شاء الله بخير إن شاء الله ما تجينا الأزمة الثانية إن شاء الله شكرا وتقديرا إلى وزارة الداخلية وشكرا إلى شركة بابكو وإلى وزارة الصحة على جهودها المثمرة التي جهزت سيارات الإسعاف وشكرا إلى وزارة التربية والتعليم الحالة مستبرة الحمد لله الحركة المورية الماشية لأحس أن الريحة ما في موجودة أنا رحت منطقة سترة أمس في المغرب الحمد لله ما شفت أي ريحة هناك دم ريحة قليل قلت لأن ما دام هناك كان طبيعي الوضع الوضع طبيعي الحمد لله هذه الجهود التي بذلتها الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية بالشراكة مع الجهات ذات الصلاة هي العنصر الفاعل في مواجهة تداعيات الحادث وهي جهود مستمرة لحماية الأرواح والممتلكات في المملكة حيث أن سلامة المواطن والمقيم في صدارة الأولويات